اشتركوا في القناة وهي هو العدد المهول للملفاز المعروض على المحاكم حسب احصائيات وزارة العدل تتعرض ولنما تتخدش بعين نظر الطفل وحقوق الطفل ومستقبل الطفل ورعاية الطفل التي هي بعد ذلك المصلحة الفضلة قبل اي مباشرة اي مصطرة من ناحية المصطرية والعمالية كذلك كين اباء طليقين عقلاء لتدروا الطلاق اتفاقي مع الاخذ بعين الاعتبار هذا المصلحة وطبعا ستدر فيها واجب النفقة ستدر فيها واجب الاعياد والمناسبات ستدر في هذا العقد المبرم بين الطنقين بصفة ودية وحبية كذلك واجب التمضروس كذا اسميت وتتكلموا على الحضانة ديال الاطفال وسبق لي انني شفت في عقود او حررت عقود فتصدد حضانة مشتركة بين الابوين كين مثلا اللي تقولك غتبقى غيبقى عندي الطفل او الطفلين او الاطفال غيبقى عندي ثلتيام في الاسبوع وعند موام ربين في الاسبوع نخدم انا مثلا الاب تقولك يومين والام تخدم خمس ايام وكذلك في الميزة بالنسبة للعطل السنوية تتفق عليها بطريقة حبية وودية اعتبارا للمصلحة العليا والفضلة للطفل مع الاسف الدستور الدستور المحكمة المملكة اسمحوا لي دير عفل 11 الذي يعلو ولا يعلو عليه تنص صراحة في المادة 19 على ما يلي وانه يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقافية والبيئية الوالدة في هذا البنى الدستور وفي مقتضياته الاخرى وكدافر اتفاقيات والمواطيق الدولية كما صادق عليها المغرب وكل ذلك في نطاق احكام الدستور وتوابط المملكة وقوانينها تسعد دولة الى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وتحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة كل اشكال تمييز الشيء ستقول لك المعاهدة للحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب في 1996 هذا المعاهدة في حداتها ستقول لك ان الامم المتحدة ستقول لك في البنوت ديالها وفي الديباجية ديالها ستقول ما يلي ان الامم المتحدة قد اعلنت في الاعلام العالمي لحقوق الانسان ان للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين ان الامم المتحدة تقر بان الطفل كي تترعرع شخصيته ترعرعا كاملا ومتناسقا ينبغي ان ينشأ في جو من السعادة والمحبة والتفاهم وهل هذا الجو للتفاهم والسعادة والمحبة هل هو متوفر في هذه الحالة للطلاق والشقاق هل اليس الطفل ضحية للطلاق بين الابوين أليس من المعقول أن مدونة الأحوال الشخصية التي تعود لسنة 2004 لم يتم إعادة النظر فيها وتعديلها وتجديدها من ذاك الوقت إلى متمه إلى يوم هذا إلى 2020 مع العلم أنني قلت لك مادة 19 تقول وأن قلت لك أن المادة 19 على المناصفة وأن هذه المناصفة ليست بموجودة في مدونة الأحوال الشخصية وبما أن الدستور يعلو ولا يعلو عليه وبما أن العام الخاص يعلو على العام وبما أن تفعيل الدستور ليس بمطبق على أرضية الواقع يتوجب علينا كمحامون كرجال قضاء كجمعيات كمؤسسين لجمعيات كمججمع مدني أن نناضل جميعا من أجل تحقيق هذه النقطة المتوخات من أجل ضمقرطة المغرب الحديث والمساهمة في بناء رجال الغد لأنه ما تنسوش أن الطفل هذا المعروض حداكم اليوم هو رجل الغد كيف له أن يكون مكونا تكوينا سليما مع العلم أنه يفضل تحت ضغوطات شتة التي تعرقل تكوينه ونشأته وتبلوره ونموه وكذلك تحقيق سعادته وتوازن سخصيته من المنظور السيكولوجي لأن الأبوين فش يبدو ينوت الشجار يبدو يتخاسموا حد أولادهم وبدو يحتجر كل واحد من جهة راه هذا شيء ما شيء ما أقول إذن علاش ما تدارش تحجمت من عدم مسألة هذه ربما لمنظور رجعي وسنأكد على هذه النقطة هذه علاش الناس ما يقررواش أو القضاء أو رجال القضاء ما يقررواش أنهم كما أن للزوج الحق في إعادة بناء أسرته بعد الطلاق وتسند الحضانة إلى الأم وله حق الزيارة يوم السبس أو الأحد أو في آخر أحسن أحوال الأحد علاش هاد السيدة ده ما نعطاهش حضانة مشتركة وخد جوج ما نعطاهش مثلا الطفل دياله ثلث أيام ولا يومين في الأسبوع أو أسبوع عند الأم وأسبوع عند الأب هاد شيء شرعا ما تمنعوش لله سبحانه وتعالى لأن في حديث نبوي شريف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين أم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته غدا يوم القيامة إذن الأب اللي عنده الحق أن يتزوج ركنتما في حداتكم عندكم بنات عندكم أخوات عندكم عمات لتلقوا في ظروف صعبة واللي يبقوا وتصبروا سواء خدامات ولا مخدامات جغل في الديور واللي يبقوا لظروف صعبة لمدة لسنوات عديدة خاف تمشي لهم الحضانة ما تجوجوش بقوا تحسن منهم الدلالي ودهك الدلالي متي دا 15 العام والا 14 العام وتيمشي تسبقا هي بوحدة ما نغطيوش شمش بالغربال ما نفقوش راشنا الإنسان ينظر من يعني واحد المنظور واقعي يحلل هاد المسألة هاد اللي ما غيبغيش الإنسان الأحباب دياله ونفسه أخوته وولاده ما غيبغيش للغير إن علش ما نطبقوش هاد النقطة علش واجحنات خلقت جمعية أولادي وجاوا وحضروا الناس وحضروا سميته الناس من جميع سميته أقطاب المملكة وحضروا سميته وحضروا حضروا محامون أفارقة وأجانب والقواهد المبادرة اللي خلقت الأستاذة خديجة العمرا لانطلاقنا شخصيتها من جربتها شخصية مبادرة عجيبة وحاولنا أننا يعني انقطارحوا هاد المشروع اقطارحناه أحنا دبطا نقطارحه ولكن تتكلم مع الناس أجي وساعدونه ما كيش يبغي يساعدك هذا شي لا يعقل كل واحد يبغي المصلحة لولاده إذن الراجل يلطلق المرتايا لها الحق في المناصفة تفعيلها للتصور المدة 19 أنها تجوج والحضانة القر القاضي انطلاقا من المصلحة للطفل أنها تكون مثلا أسبوع عند الأب و أسبوع عند الأم غا تقول لي الأب أو زوج الأب غا تتعدى عليه غا تقول لي الزوجة للأم غا تتعدى عليه في أحصل الأحوال خصوة تكون مرافقة لأن المرافقة ما كي ناشى السيكولوجية تتلقوا الوالدين صافي الحضانة ستسبقى عند الأم أو تسبقى عند الأب إذا ما مبغاش الأب يعطي للولاد الأم أو لكس ستعود تندي المسترحرة تيخصك دائما تمشي المحكامة وطلب وتيخرج عاون قضائي وتتصذر أمر باش تتمشي باش تقدر لي الله تقدم وهذا الإرهاب عباد الله ها الدراب يخموا لهم إنا ما قديتوش عليهم ما تجوجوش إنا ما قديتوش ربيهم ما تولدوش عباد الله ما تدرهمش ضحايا بيناتكم را تشير اللهم إن هذا منكر را تشيرهم ما تغييرهم ما تشيرهم 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 ما تشير